السادسة بداية حلقة جديدة مساء الخير وأهلا وسهلا بكل أهلوية اللي بيتابعوا حلقة النهاردة مبروك قبل النتيجة العرض القوي الحقيقي لقدمه الأهلي قدام أمبي مبارح بقال كتير صحيح يمكن مش الأولى يمكن شوفنا تطور كبير جدا في أداءة الأهلي بداية من مباراة الترجي في تونس أكد عليها الأهلي في مباراة العودة في القاهرة وكنت مستنيها حقيقة أشوفها في الدوري عشان تبقى قاعدة ومشي استثناء شكرا مرسال كولر اللي عاد لنا البهجة مش فاكر يمكن آخر مباراة فيها استمتعت بجماله بحلاوة النادي الأهلي بالشكل ده برح الأهلي يقدم كورة على أعلى مستوى الأداء اللي احنا بقالنا كتير كأهلوية بندور عليه ومستنيينه يمكن تكون السلبية الوحيدة وهي إيجابية من ناحية تانية ولكنها كانت سلبية بالنسبة لي هي فرصة أو إهدار الفرص الكتيرة اللي قتيحت للنادي الأهلي واللي لو وفق الأهلي في مصطها كان طلع بسكور كبير جدا وأتمنى إن شاء الله بإذن الله لأنه الأهلي يستمر على نفس الأداء ده والمستوى ده اللي بالتأكيد واضح فيه بشكل كبير مش محتاجة تكون خبير ولا محل الرياضي عشان تفهم أن الراجل ده أصبح صاحب بصمة حقيقية وهو بيقدم بدايات لمشروع كبير جدا نراهن عليه في السنوات اللي جاية مع النادي الأهلي مارسيل كولر شكرا جزيلا طيب نفتح صفحة طلاع الجيش والنهاردة طبعا حلقة الأربع بتبقى الحلقة العالمية هنتابع فيها أخبار محترفي المصريين في الخارج هنتكلم فيها على تشامبينز ليج اللي هتلعب النهائي بتاعه في اسطنبول يوم عشرة قبل يوم واحد من النهائي المنتظر أو آخر مباراة مواجهة النهائي بين الأهلي والودات في المغرب قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة تعالوا نروح لفاصل ونرجع نبدأ في أخبارنا دول العتاولة يعني أنت بتكلم على أهم أسماء في عالم التدريب في أوروبا على أقل في أخر 30 سنة كلهم أساطير حقيقة سواء أرسن فينجر أليكس فيركسن أنشلوتي طبعا الحقيقة يمكن الجندي المجهول يعني محدش حس أنه أنشلوتي مدرب طبعا أكيد الناس عارفة أنه مدرب من أكبر مدربين لكن أرقامه بطولاته مشاركاته التتويجات اللي حصل عليها سواء مع الميلان أو ريال تقوله أنه واحد من أساطير التدريب في العالم كله مش بس في إيطاليا وأكيد طبعا بيب جارديولا الفيلسوف واحد يعني الحقيقة مبارح وأنا بتفرج على الماتش كده حسيت أنه كولر هو النسخة السويسري من بيب جارديول أتمنى أتمنى أنه القصة ما تكونش ليها علاقة بالمنافس أو ما يكونش ليها علاقة في فترة واصل فيها الأهلي يعني معدلات فنية وبدنية عالية أتمنى أنه ده يكون المستوى للأهلي يكمل عليه ويعلي عليه كمان في اللي جايه عجبني حقيقة تصريحات كابتن سيد عبدالحفيز مبارح خدوا بالك يا جماعة الأهلي بيمر مرحلة على كل المستويات جيدة جدا أنت بتتكلم على أرقام في السماء سواء في الدولي أو في بطولة أفريقيا بتتكلم على أداء أعتقد أنه كل هقول كل بقى لأنه ما أعتقدش في حد مش راضي على شكل وعلى حلاوة ولا أداء النادي الأهلي الفترة دي بس مش عايز ده يخدنا ويجرنا لحسابات دولي الأبطال لأنه عجبني كابتن سيد عبدالحفيز قال إحنا خلصنا أمبي ما فكرش غير في طلع الجيش ما بنفكرش غير في الدوري فترة على حد تعبيره كان بيقول فترة حساسة جدا وده مهم جدا يبقى عند جميع النادي الأهلي محاولة توصيل صورة للأشقاء في المغرب أنه إحنا شايفين أنه البطورة محسومة ده مش في صالحنا على الإطلاق محاولة توصيل صورة أنه الأهلي أمام مهمة سهلة في مواجهة الودات في مطشن النهائي مش في مصلحتنا على الإطلاق خلينا نمشي كده يعني مطش بمطش ونشوف ربنا يكرمنا في المطشن اللي جايين إن شاء الله نطلع منهم بس بدون إصابات ألف سلام علي لطفي ألف مليون سلام علي لطفي بدلك الحقيقة خرج مصاب بس إن شاء الله بتبقى يعني إن شاء الله تبقى إصابة بسيطة وإحنا هنروح التمرينة بتاعت النهاردة هنتطمن على أخبار علي لطفي ونتمنى إن شاء الله ما يكونش في إصابات في المطشن اللي جايين سواء أمام الجيش يوم الجمعة هتلعب بعد بكرة هتلعب كمان 48 ساعة مع الجيش وهتلعب يوم الاتنين إن شاء الله مع سيراميكا كليوباترا وبالتالي عندك مباراتين ركز فيهم لغاية لما نعديهم إن شاء الله بإذن الله بعد كده نبقى نتكلم في مبارات الودات زي ما احنا عايزين طيب نشوف كلمة كابتن سيد عبد الحفيز ونرجع لحضراتكم يعني الحمد لله طبعا واحدة من اللقاءات المهمة بالنسبة لنا سواء بترجع بها المبارات الدوري فكان كويس قوي حالة التركز اللي كان فيها اللعيبها يعني الدوري واحدة من الأهداف الرئاسية والأساسية في الأهداف اللي حينيزين حققها السنة دي عندنا مبارا مع طلع الجيش وم الجمعة وبعدين مبارا مع سيراميكا يوم الاتنين وبعدين الاستعداد لمبارات الودات يعني أنا مش عايز أصبع الأحداث خالص ومش عايز الكلام يبقى فيها كتير قوي مبارات الودات وأفريقيا بشكل عام يعني مهم جدا إننا يبقى في حالة هدوء شديد جدا بحيث أن أنت لما تيجي مبارات الودات بإذن الله وما قبلها يعني يبقى الاستعداد تصعدي ما يبقاش فيها من دلوقتي خالص لأن أنت في النهاية لو بتتكلم من دلوقتي يعتقد أن الأمر هيبقى سابق لأوانه بشكل كبير أوينه كبسة يا النهاردة أربع عناصر أساسية مش موجودة في التشكيل أربع عناصر داخل وغيرهم ما حسناش بفرق الكلفة لها نهاردة 2-0 وجملة من الأهداف ضعك يعني الحمد لله طبعا يمكن تحضير اللعيبها وتجهزه سواء كان على مسؤولة الفنية أو المسؤولة البدنية أو المسؤولة الزهنية ده مهم جدا يعني بطولة الدور هي الأصعب لأن أنت بتكلم على موسم طويل جدا بتعدي بمراحل كتير أو سواء كانت إجهاد أو إصابات أو حالة فنية أو ضغوط ضغط المباريات فالمهم جدا جدا الحاجات الأساسية والمهم أوي أن أنت بقى كل جاهز كبتن سألي ممكن ضغط 9 عالتيان فهم 3 مباريات شايف ده هتتتعاملوا معه إزاي خلاص الحمد للأول خطوة إن بخدناها فلطرع الجيش خلاص 48 ساعة ونحب طرع الجيش وبعد كده كمان سلاميكم الوحيد خاصة الاختيارات دي خاصة طبعا بالجهاز الفني والراجل يعني لكن الخاص اللي أنا أتمنى الناس كلها تاخد بالها منه أننا عايزين حالة هدوء شديد جدا في اليوم من 3 اللي جايين في الـ 5-6-7 أيام اللي جايين لحد ما تنتهي مبارات سراميكا ومن بعد مبارات سراميكا يبقى حالة التركيز تبقى موجودة بحيث أنها تبقى تصاعدية لكن من دلوقتي الناس بتتكلم عن مبارات اللي جايين طبعا هي نهاية أفريقيا يعني تاريخ عظيم للنادي الأهلي 4 مرات متتالية عملها الأهلي يعني عملها مرتين عملها 2005 كان النهائي مع النجم السحلي و2006 مع الصفاكسي و2007 مع النجم الثاني وبعدين 2008 مع القطن الكاميروني والنهاردة بتعملها 4 مرات متتالية برضو يعني 2020 مع الزمالك 21 مع كايزر شيفز و22 مع الوداد و23 مع الوداد مرة تانية ده بالنسبة للأبطال الدوري الأهلي عملها 6 مرات بس كانت بطلتين مع بعض 82 و83 و84 و85 82 و83 كانت الدوري الأبطال 84 و85 و86 كانت كاسل كوست بمسمها الأدين 87 رجعنا تانية الأبطال يعني انت عملت 6 فاينة وراء بعض بس كانت داخلين بطلتين وراء بعض فتاريخ عظيم جدا للنادي ولعبته والمنظومة ككل لكن أنا بقول ان احنا نهدى خالص يعني مهم جدا جدا نوصل للعيبة حالة هدوء شديدة جدا يعني حالة تركيز في الدوري الأولويات دلوقتي بطلت الدوري واحدة من الحاجات المهمة جدا لنا السنهادي عشان نوصل لمبارات طلع الجيش بشكل هادي جدا مفوش نرفازها وان شاء الرحمن يا رب بإذن الله ما يبقاش في أي حاجة خلص للإصابات في المباراتين اللي جايين بعد مبارات طلع الجيش وصراميكا نبنى نتكلم عنه داد ان شاء الله دا كلامكم عن العيبة ودور سادتك العيبة سادتك بقى الجمهور ناد الأهل العظيم اللي ما بتخلاش على الفريق فايل حسن لا يعني أنا مش عايز أقول رسائل هو عارف دوره كويس اهو يعني ان شاء الرحمن يبقى عنده حسن ظنوكم حق بطولتين مهمين جدا غاليين جدا اللي هي بطولت الدارو بطولت أفريقيا إن شاء الله إن شاء الله شكرا طيب هنتكلم على ماتش الجيش وهنتكلم على مشوار الأهلي سأقف الدوري أو في دوري الأبطال بس خليني أفكركم بلقطة حصلت زي النهاردة كده بس من 14 سنة تحديداً 2009 كان فيه لقاء أو مباراة فصيلة مباراة حسب بين الأهلي والإسماعيلي على لقب بطولة الدوري موسم 2008-2009 على اللي حصل أنه الأهلي والإسماعيلي فالنشط الدوري هم الاثنين في الصدارة برصيد 63 مؤمن المباراة أو المواجهات المباشرة كانت انتهت وحدة في الإسماعيلية لصالح الأهلي بهدف بركات وحدة في القاهرة لصالح الإسماعيلي بهدف محمد محسن أبو جريشا فتلعبت مباراة فصيلة كان هدف فلافيو اللي حضراتكم شايفينه ده هو السبب في تتويج النادي الأهلي عرضية فلافيو طبعاً السنائي الأنجولي الشهير أو الأشهر في تاريخ الكرة المصرية ما يتهيليش إن فيه لعيبة جات من أنجولا وتقلقت كما تقلق السنائي ده جيلبرتو وفلافيو وكان السنائي ده هو السبب في تتويج الأهلي بالبطولة في الموسم ده بعد ما انتهت المباراة بنتيجة 1-0 بوفوز الأهلي وإعلانه بطلاً للنسخة دي من الدوري لما كان الإسماعيلي طبعاً في الوقت ده بينافس خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نستقبل طبعاً واحد من رموز الكرة الكولومبية فرانسيسكو ماتورانا طبعاً درب منتخب الكولومبيا درب فرق كتير في أمريكا الاتينية درب فترة وفترات أتلاتكم مادري طبعاً ناديل كبير في أسبانيا خلينا نستقبله بسادسة لكن بعد الفاصل ولسه طبعاً بعد مبارات النهائي الأرقام دي هتروح في حتة تانية خالص بالذات بالنسبة للسيتي لو إن شاء الله إن شاء الله ما يعملش جورديولا الفي بتاع كل سنة ويخسر البطولة لكن إن شاء الله السيتي السنة دي جاهز وحاضر لقب البطولة على حساب الإنترون على كل حوالي كلها أيام ونشوف خلينا نروح لضفنا اللي بيشرفنا في السادسة واحد طبعاً من أساطير الكرة في كولومبيا فرانسيسكو ماتورانا المدرب السابق طبعاً لمنتخب كولومبيا ودرب عدد كبير من الأندية في أمريكا اللاتينية ودرب عدد كمدريد في إسبانيا خلينا نرحب بيه ونشكره على مشاركته معنا طبعاً أهلاً وسهلاً بيك بشكرك على وجودك معنا في السادسة أهلاً بيك مساء الخير في البداية أود أن أشكر حضراتكم على هذه من قلبي على هذه الاستضافة التي تمثل تميز كبير بالنسبة لي والحديث عن كل ما يتعلق عن كرة القدم طيب خليني أبدأ معاك الحقيقة قبل ما أدخل في موضوعاتنا أو أسئلتنا المتعلقة طبعاً بكرة وبأوروبا وبكولومبيا تحديداً خليني أنا يعني مش عارف هل الصور اللي جات لك دي هدايا ولا أنت كنت فعلاً في الزيارة المصر إن أنا شايف مجموعة من أوراق الباردي عليها رسومات مصرية قديمة فأعرف القصة إيه الحقيقة هي ظاهرات أو دليل على الصداقة الكبيرة التي حضيت بها عندما كان سنحت لي الفرصة لكي أشارك مع كل هذه الصور مع بيليه لقد كانت لحظة خاصة للغاية كنا في فترة التسعينات وكنا نصور مثل فيلم وثائقي لأحدى العلامات التجارية في كرة القدم وصنحت لي الفرصة والشرف لكي نعيش سوياً لمدة أيام في هذا المشروع والتقطنا بعض الصور ولكن فيما يتعلق بقيمة كل شخص كل واحد مننا كان يمسك بالكرة وقلت للمنتجين حينها يجب إظهار القيمة التي تعنيها هذه الصورة بالطبع بيليه المعروف في كرة القدم والتقطنا الصورة والتقطنا الصورة معاً بكرة القدم وانتهى تصوير الإعلان فيما بعد والأمر كان شرف كبير بالنسبة لي هذه الدعوة وهذه الصورة وقال لي أن كرة القدم هي كنعم من المشاركة وهذه هي كرة القدم هذه هي كرة القدم التي موقعة ومهدى لفرانسيسكو ماتورانا من بيليه وهو كرم كبير من الملك ما يعكس أهمية مشاركة مثل هذه اللحظات في كرة القدم هي أهم اللحظات في حياتي وفي كرة القدم والتعلم الذي تعلمته من شخص مسبل بيليه طيب عايزة أكلم معك عن زيارتك لمصر واضح أن في بعض الصور أو أعتقد دي حاجات على ورق بردي البرديات دي كانت نتيجة زيارة لمصر ولا تلقتها كهدية من أحد الأصدقاء لقد سنحت لي ألف فرصة عندما ذهبت في 2011 للنصر السعودي المترجم الخاص بي كان محمود فايز مدرب المدربة السابق للمنتخب هو شخص مثقف جدا في كرة القدم وشخص على المستوى الشخصي هو شخصية رائعة وكان يريد أن يتعلم كل شيء من المدربين العديدين الذي عمل معهم وأنا أحدهم وهذا ما ساعده على تقوية مهنته كمدرب الآن في كرة القدم هو شخص محترم للغاية شخصيا مثقفة مهذب ولديه النهم الكبير للتعلم لقد أحضر لي هذه الهدايا من مصر خلينا ندخل ونبدأ أبدأ كلامي معك بالليجة الأسبانية السنة وانت كنت واحد من المدربين اللي عملوا بيها ويشتغل معه واحد من أكبر في إسبانيا فريق أتلاتكو مدريد رأيك في الليجة السنة رجوع البارسة مرة تانية تتويج البارسة مع تشابي إزاي شفت النسخة الأخيرة أو نسخة الحالية من الليجة الأسبانية أعتقد أن الليجة الدوري الإسباني هناك الكثير لكي نتعلم منه من الدوري الإسباني الدوري الإسباني الليجة أو كرة القدم الإسبانية بشكل عام لقد فازت بلقب لبطل العالم في 2010 في جنوب أفريقيا في لحظة تاريخية إسبانيا غيرت فيها ثقافتها الكروية بشكل عام إسبانيا لم تكن لها نفس القدر من الأهمية في كرة القدم قبل هذه اللحظة ولكنها بعد مونديال 2010 ولقب إسبانيا الأمور تحولت تماما لكي تتحول بعد ذلك إلى أحد أهم عناصر كرة القدم ما تمثله إسبانيا لكرة القدم في الوقت الحالي هو أمر مهم للغاية فيما يتعلق بالمدربين والمستويات التي تقدمها الفرق وما قدمه ديلكوسكي مع منتخب إسبانيا وأن يقود منتخب إسبانيا للقب بطولة العالم وهنا أمر مهم يجب أن نتعلم منه أن رغم السنوات العديدة لإسبانيا في كرة القدم إلا أنها استطعت في النهاية أن تتحول إلى أن تكون بطل يجب أن نتحل بالصبر الأمر ليس مجرد ببساطة لعب كرة القدم وأن تقوم بعمل مشروع لكرة القدم لكي تكون بطل العالم هي عملية طويلة لكي تكون الأفضل وهذه الكرة كرة القدم الإسبانية منذ تلك اللحظة اكتسبت احترام الجميع احترام كبير ومنذ تلك اللحظة تحول الدوري الإسباني أيضا إلى أحد أهم الدوريات في العالم كل شخص لديه طريقة التعلم الخاصة به ولكن بشكل عام بالنسبة لي الدوري الإسباني ينافس الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي ولكن ولكن قليني يعف عند الجزئية دي مهم جدا نقول أنه سواء من مشاركة إسبانيا في كاس العالم وخروجها مبكرا على يد المنتخب المغربي طبعا الشقيق أو على مستوى مشاركات الأندية الإسبانية في البطولات الأوروبية وأهمها طبعا شامفينز ليج خرج الأتلاتي خرج البرسة وأخيرا خرج ريال مدريد هل بتشوف أنه الأندية الإسبانية بتعاني وستعاني في المواسم القادمة وتحتاج إلى تجديد دماء أو تحتاج إلى صفقات من النجوم الكبار يستعيد مرة تانية قوتهم وتوجودهم على صحة المسابعات الأوروبية أعتقد أن كرة القدم الإسبانية تمتلك كل شيء البنية التحتية لكي تقاطل وتنافس على كل الألقاب وكي تترقى في المستوى وتنافس على أعلى المستويات لقد وصلت إلى هذه اللحظة في 2010 وهي لحظة تاريخية بطبيعة الحال وهي اللحظة التي كانت إسبانيا قدمت أكبر عدد من اللاعبين الدوليين للدوريات المختلفة وهي كانت لحظة فارقة في الكرة الإسبانية وكان عليها أن تحارب على هذه المكانة مع كبار المنتخبات واستطعت أن تقدم العديد من الأسماء فيما يتعلق في اللاعبين والمدربين والكرة الإسبانية كانت مرت بعملية مهمة من عادة التكوين مع يوهان كرويف في برشلونا والمستوى الكبير الذي قدمه مع برشلونا في تلك اللحظة وتقديم كرة قدم مختلفة ألهمت العالم فيما بعد شاهدنا ريال مدريد تأهل نائهيات عديدة في دور الأبطال وهو قادر على العودة للمنافسة مرة أخرى هناك أيضا الكرة الإيطالية دخلت في المنافسة مع الكرة الإسبانية مع إنتر والميلا شاهدنا إنتر يتآهل للنهائي ولهذا أعتقد أن هذا الطريق فيما يتعلق بالمشاريع التي تقوم بها الكرة الإسبانية الأمر لا يحدث بين عشية وضحاها وإنما يحتاج للعديد من التجارب والصبر لكي تصل إلى ما قدمته في 2010 وأن تعود لتكون بطل العالم مرة أخرى كان ليك تجربة مع أتلاتكو مدريد وأتلاتكو مدريد بالتأكيد واحد من أكبر وأقوى الأندية ليس بس على مستوى إسبانيا لكن على مستوى قارة أوروبا عنده ظهير جماهير كبير عنده إمكانيات مدية لا تقل عن برسلونة ولا عن ريال مدريد ومع ذلك يعاني في الحصول على اللقب أو على الوصول لمنصة التتويج رأيك في تجربة أتلاتكو مدريد وإيه اللي ينقصه عشان يكون واحد من كبار القرى الأوروبية عندما وصلت إلى إسبانيا وجدت بعض النواقص والأشياء التي كانت تنقص سمعت من العديدين من المدربين ومن اللعبين كنا نتحدث عن فيما يتعلق بميزانيات كرة القدم ولم يكن هناك الاهتمام الكبير بكرة القدم وبالبنية التحتية وبتنشئة اللاعبين الشباب ريال مدريد هو كان المسيطر في تلك اللحظة ويأتي من بعده برشلونة من المهم جدا أن تعد ميزانية كبيرة لكي تستطيع المنافسة على الألقاب وأن تكون أحد الفرق الكبيرة للمنافسة سواء على اللقب محليا الميزانية الخاصة بعملية التكوين المشروع ولهذا عندما وصلت كان هناك أتليتكو مدريد كان هناك فالينسيا كان هناك فريق أحد الفرق الكبيرة أعتقد أنه لكي تنافس على الألقاب مرة أخرى يجب أن تمتلك سينيور فرانسيسكو خليني أسألك على الكرة الكولومبية يهمني كمان أعف مع تجربة كولومبيا لأنه كولومبيا واحدة يتتطبر على مستوى اللعبين المحترفين في الخارج خامس دولة على مستوى العالم إيه اللي وسع قاعدة اللعبين إيه اللي تعمل في كولومبيا خلى عندهم هذا القدر أو هذه الكمية من اللعبين المحترفين وخصوصا طبعا في أوروبا كرة القدم الكولومبية كولومبيا كانت معروفة بالمشاكل الاجتماعية وهذا كان يؤثر على كرة القدم حتى وصل حتى ظهر منتخب 1999 الذي تآهل مع كولومبيا إلى كأس العالم في إيطاليا ومنذ تلك اللحظة الأمور تغيرت بشكل تماما الجميع اعترف بالكرة الكولومبية وحظيت بالتقدير اللازم مصد تلك اللحظة كرة القدم الكولومبية تمتلك المواهب نمتلك المرئة الخاصة بنا سواء في الأرجنتين أو في البرازيل نحن نتعلم منهم وحفظنا على مستوى التطور فيما يتعلق بالاهتمام بتسقيف المدربين واللاعبين والبنية التحتية أيضا نعلم أن هناك لعبون يمارسون كرة القدم ولكن يجب أيضا أن نهتم بما يطيح لهؤلاء اللاعبين ممارسة كرة القدم في أفضل الظروف فيما يتعلق بالبنية التحتية ونحن نتحدث أيضا على المستوى الإداري لتقوية هذه البنية التحتية ومواصلة التطور ونشاهد في اليوم العديد من اللاعبين في كولومبيا الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية سينيور فرانسيسكو الأسئلة اللي جاية أسئلة سريعة وهبدأ بما أن بدأنا كلامنا وحوارنا من الصورة اللي وراك واللي بتجمعك بأسطورة كرة القدم البرازيلية بلي بلي ولا مارادونا إذا سمحت لي أريد أن أسكر شيئا سريعا عندما وصلت إلى إسبانيا كان هناك الهوس الخاص بمن أفضل بلي أو مارادونا وهذه ليست هي الفكرة في من أفضل منهم كان هناك لعبين آخرين مثل الفريدو دي ستيفانو ولكن كل هذا يقودك إلى النهاية وهي أن المقارنات ليست جيدة لأنك تقارن بين لا يمكن أن تقارن بين حقب مختلفة مارادونا كان الأفضل في حقبته وبلي هي مش مقارنة بالتأكيد الاتنين يعني واضيف عليهم فرانس بيكينباور واضيف عليهم يوهان كرايف واضيف عليهم إزيبيو بالتأكيد في أساطير ما حدش يختلف عليها لكن لكل وجهة نظره أنا بسأل عن وجهة نظر أو عن رأي بالنسبة لفرانسيسكو ماتورانا مين الأفضل بالنسبة له في التاريخ بلي أو مارادونا أحب الاثنين أنا أحب الاثنين كثيرا لا يمكنني أن أقارن بهم ولكن يمكنني أن أقول أولا مارادونا أعتقد أن الأرجنتين محظوظة بأن تمتلك الاثنين أعتقد أن يمتلك أفضلية أكبر الاثنين من كبار المدربين ولكني أعتقد أن بيب جوارديولا ولكن إذا اخترنا بين الأفضل فأعتقد أن أنا سأختار بيب ومع الاثنين أمتلك علاقة قوية مع الاثنين ولكني سأقول بيب مانشستر سيتي ولا إنتر كرة الأمر لم ينتهي بعد يجب أن تلعب في داخل المستطيل الأخضر النظريات تقول أن مانشستر سيتي بطبع هو المرشح الأفضر ولكن هذه المباراة النهائية لم تلعب بعد وفي كرة القدم كل شيء وارد فرانسيسكو ماتورانا بذكرك شكرا جزيلا شرفتنا بوجودك معنا في السادسة على شاشة الأهلي كل الشكر لك على مشاركتك وعلى وقتك أسطورة كرة القدم الكولومبيا طبعا فرانسيسكو ماتورانا مدرب منتخب كولومبيا ومدرب أتلاتكو مادريد السابق وزي ما قال كده أو ختم كلامه الحقيقة بالكلام على فكرة أنه لما سألته على السيتي وعلى الإنتر وقال أنه كل النظريات وكل الأراء وكل المحللين بيشوفوا أنه السيتي وأنا منهم على فكرة بشوف أنه السيتي فرصه أكبر بكتير جدا من الإنتر فيه حسم اللقب وتتطويق بنسخة دي من شامبيونز ليج لكن في نفس الوقت بشوف أنه نفس الأراء ونفس النظريات بتمثل بالنسبة للإنتر ألف دافع ودافع أنه هما يحافظوا عن فرصهم وأنه هما يحافظوا عن اسم النادي بتاحهم ويدفعوا عن أسماءهم هما شخصيا ويحققوا اللقب بالعند في كل الأراء اللي قالت أنه السيتي هو الأجدر والأفضل على كل الأحوال جولتنا مع العيبة المصرية في خارج فقرة الجي بي أس هتكون معنا في السادسة لكن بعد فاصل سريع طيب خلينا ناخد جولة مع المصريين أو اللعبين المصريين المحترفين في الخارج طبعا يعني هو الفترة دي لكن مش مش أحسن حاجة ممكنة سواء اللعيبة اللي بتشارك أو حتى اللعيبة اللي انتهى الموسم بالنسبة لنا بالنسبة لها عندنا إصابة أحمد حسن كوكا إصابة طبعا خلصت الموسم بالنسبة له بدري بدري نفس الأمر بالنسبة لإمام عشور عندنا كمان طرق حامد أصيب ومشاركش مع اتحاد جده وعندنا طبعا أنني يعني من بداية الموسم تقريبا مش موجود مع الأرسنال لكن خلينا نكمل ونشوف بقية لعبين أخبارهم إيه ومشاركاتهم ومساهمتهم مع فراغهم أخبارها إيه البداية مع إنجلترا وليفر فول نجم مصر ونجم ليفر فول ونجم الدولة الإنجليزي محمد صلاح المتقلق في الفترة الأخيرة الحقيقة وإن كان طبعا تعادل مخايب للأمال في الوقت اللي كنت بتقول ممكن فيه فرصة لليفر فول تحاول تخش بعد ريمونت دا آه خصلت متأخر لكن كان فيه أمل إنه هم يخشوا من ضمن الأربعة الكبار لكن مباراة الفريق الأخيرة انتهت بالتعادل أمام أسطن فيلا بنتيجة واحد واحد مدة مشاركة صلاحكة التسعين دي صنع هدف المباراة الوحيد وكلمه حاولة وحيدة على المرمى تمانية نجح في اتنين منهم تمريراته تمانية وعشرين تمريرات مفتاحية واحدة العرضيات خمسة يعني منهم واحدة بس سليمة صناعة فرص مؤكدة واحدة خسر الكرة خمسة وعشرين مرة وتخيمه في المباراة ستة ونص درجة وليفر بول يحتل حاليا المركز الخامس برصيد خمسة وستين نقطة والمباراة اللي جاية ليهم هتكون أمام يوريجين كلوب مستمر مستمر مفيش كلام يمكن الفريق كان ليه ساشن يعني جلس التصوير قريب وبالكتل الجديدة بتاعت المسلم الجديد وظهر فيها يوريجين كلوب لكن أنا بيتهالي أنه معاناة الليفر السنة دي كانت من الصفقات المضروب آه صحيح مش بس السنة دي حتى المواسم اللي قبلها لويس دياس لعيب كويس ديوغو لعيب كويس كودي لعيب كويس لكن ما هياش الصفقات اللي تخلي الفريق يبقى دايما بينافس على منصات التتويق سواء في الدوري الإنجليزي أو حتى في الشامبيونزليج مرموش فيه آخر مباريات وبالوان بولفزبورج قبل ما ينتقل بقى بداية بالموسم اللي جاي لأينتراكت فرانكفورت شارك فيه خسارة فريقه في المباراة الأخيرة أمام فرايبورج نتيجة 2-0 مدة مشاركته كانت 8 دقيقة بس كان ليه محاولتين على المرمى وإهدار فرص مؤكدة مرة وحيدة مراغات 3 نجح مرموش هو واحدة منهم تمرياته 6 بنسبة دقة 67% تمريات المفتاحية واحدة وخسل كرة أربع مرات وتقييمه 6.1 درجة في المباراة اللي تلعبت أمام فرايبورج فريق مرموش بولفزبورج بيحتل حاليا المركز السابع في البونزليجة برسيد 49 نوطا والمباراة اللي جاية ليهم هتكون أمام هيرتا برلين في الدوري دي فرنسا يبقى نونت يبقى مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونونت الفرنسي اللي خلاص تقدر تقول أنه بين يعني أصبح بين قوسينة أو أدنى من العودة مرة تانية للدوري التركي أعتقد أنه مشكلته الأخيرة أثرت بشكل كبير جدا ولكن في النهاية خلينا نشوف مصطفى محمد المباراة الأخيرة اللي انتهت بخسارة نونت أمام مونبليه بنتيجة 3-0 مدة المشاركة كانت 85 دقيقة كان لي صفر محاولات على المرمى لمس الكرة 16 مرة تمريات 6 بنسبة دقة 67% تحاميات هوائية أربع نجح فيه اتنين منهم وتقييمه في المباراة 6.5 درجة ونونت حاليا بيحتال المركز السبعتاشر برسيد 33 نوطا والمباراة اللي جاية صعبة وتقيلة أمام ليل طبعا فيه الدوري الفنسي أمريكا أو الدوري الأمريكي أحمد حمدي وبداية نسخة جديدة من الدوري الأمريكي طبعا أحمد بيلعب في فريق أفسي مونريال الكندي ولكن طبعا الفريق بيلعب في الدوري الأمريكي مباراة فريق حمدي الأخيرة كانت أمام نيويورك ريتبول وخسرها أفسي مونريال بنتيجة 2-1 مدة مشاركة حمدي في المباراة كانت 14 دقيقة تمريراته 5 بنسبة دقة 40% خس الكرة 4 مرات وتقييمه 6.4 درجة ومريال حالياً بيحتل المركز الـ 22 في جدول الدوري والجولة اللي جاية حتبقى أمام فورج في الدوري الأمريكي حمدي من العناصر الحقيقة الوعيدة جداً يمكن الدوري الأمريكي أو الانتقال النادي كندي واللعبة في الدوري الأمريكي مستمح له أو يمكن بداية موسم لكن أنا بشوف واحد من أفضل اللي عيبة خط النص في الجيل الحالي الكرة المصرية نروح لتركيا محمود تريزيجي لعب ترابازون سبور طبعاً اللي بيلعب في الدوري التركي محمود تريزيجي شارك في مباراة فريق الأخيرة واللي انتهت بفوص فريق بنتيجة 4-1 على قراءة جمرك ومدة مشاركة تريزيجي في المباراة الـ 89 دي الأهداف في المباراة دي هدفين من أصل أربعة تمرياته 36 بنسبة دقة 72% تمريات مفتحية 2 صناعة فرص مؤكدة 1 محاولات على المرمى 6 اهدار فرص مؤكدة 2 وتقييمه في المباراة يمكن يكون واحد من أفضل إن لم يكن أفضل لعب مصري محترف في الأسبوع الحالي تقييمه 9.1 درجة وترابازون سبور بيحتل حالياً المركز السابع برصيد 51 نقطة والمباراة اللي جاية ليهم هتكون أمان جيرسون سبور في الدوري التركي ويمكن تريزيجي في كلام كتير عليه إنه السنة الجاية في الدوري السعودي خطوة ما تمنهاش صحيح يعني الدوري السعودي بقى واحد من الدولات الكبيرة مش في المنطقة ده عم نتكلم على مستوى العالم بقى تحت الأنظار لكن يظل اللعبة في أوروبا وفي مسابقات الأوروبية بالنسبة لي أنا حتى لو بتلعب في تركيا أفضل بكتير لكن فيها أم بقى بتقول إنه تريزيجي قريب جدا من أهلي جدا ونروح بقى السعودية ونختم أخبارنا مع العميد اتحاد جدا القريب جدا 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 من حسم اللقب من بق الأسد من بق النصر السعودي والهلال السعودي الاتحاد في صدارة جدوى للترتيب والفارق بينه وبين النصر ثلاث نقاط وعنده جولة أخيرة يوم السبت اللي جاي أمام الفيحاء تعادوا الأوفوس فيها يكفي لحسم اللقب ونروح لحجازي طارق حامد طبعا ما شاركش أمو بيشاركش مع الاتحاد بسبب الإصابة لكن حجازي شارك فيه مباراة فريق الأخيرة اللي فاز فيها على الباطن بنتيجة 1-0 حجازي شارك لمدة 90 دقيقة أفست 6 هجمات للمنافس انتحاماته الهوائية 2 نجح فيه إنه هو يفوز بواحدة منهم تمرياته 48 بنسبة دقة 94% الكرات الطولية 7 نجح فيه 5 منهم والتقييمه في المباراة 7.2 درجة والتحاد جادة بيحتل صدارة الترتيب فيه دوري السعودي والمباراة اللي جايزة يمعون تحكم أمام الفيحاء هتكون إن شاء الله مباراة التتويج وبالمناسبة نبارك لحجازي حجازي النهاردة رزق بمولود جديد ألف مبروك يا أحمد يا رب يعني فرح قلبك به وحافظك عليه رايان هو ابن أحمد حجازي الجديد ألف ألف مبروك لكابتن منتخب مصر أحمد حجازي دي كانت جولتنا مع اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج خلينا نستقبل وخلينا نرحب بالمدريدية الريال الملكي المرينجي بليال محسن وأحمد مصطفى وهما ضيوفي في السادسة لكن بعد الفاصل اللي انت شفتم برح في ماتش الأهلي وإمبي ده كان السادق قاهرة ما كانش الكامب نو والفرقة اللي انت شفتها دي كانت فرقة النادي الأهلي مش باشلونة ولا المان سيتي وقبل ما تكلم على دوري الأبطال وقبل ما تكلم على أي حاجة لازم تكلم على تيكي تاك الأهلي ولازم أدي مرسال كولر حقه اللي تهاجم كتير جدا من قبل ما ييجي أو من قبل ما يستلم مهام عمله اتهاجم من وقت ما قدرت النادي الأهلي اخترته وقررت أنها تتعاقد معاه وتهاجم وهو مستمر في سلسلة انتصاراته وتحقيقه للألقاب واحد طول والآخر مع النادي الأهلي فضل يتهاجم ويتهاجم ويتهاجم إلى أن رد في الملعب الحقيقة نتائج مرسال كولر النهاردة في اللحظة اللي احنا فيها دي وإحنا حتى قبل ما نروح وبصرف النظر والله عن نتيجة نهائي دورة أبطال أفريقيا بتقول أنك أنت أمام مدرب مشروع بجد هذا الرجل لو أعطيت لي الفرصة كاملة واستقار وارتاح مع النادي الأهلي ونادي الأهلي ارتاح معنا متوقع أنه هنكون أمام مشروع كبير جدا هياخد النادي الأهلي وينقله نقلة تانية خالص جدا خلينا نتكلم على مشوار الأهلي وعلى مبارات التلائع وعلى أداء الأهلي عموما في مطشاته الأخيرة بصرف النظر كالدوري أبطال ولا في الدوري العام ما عاد جوفنا النهاردة في السادسة بستنيهم كونت طول الأسبوع على أحر من الجمر بلال محصن وأحمد مصطفى مساء الخير وأهلا بيكم بلال مساء الخير كاشين النهار أم داخلين النهاردة للسود حاسسهم كاشين كده لا أم شد نفسك كده أهلا طبعا أهلا طبعا أهلا حضرتك وكل سيدة المشاهدين ومبروك طبعا فوز السيتي يعني المباراة في زمن يستحق والسيتي بصراحة المسم ده مسم استثنائي لأن جوارديولا بقى واقعي أنا كنت مستنيكوا تيجوا أنتم مجيتوش ليه احنا كلمناك في الموبايل لا أحنا بكلم على الفرقة الريال مراحلات سوالعب الاتحاد ليه مراحلات شوالله أشباح كان فيه أشباح حيال بساء خير يا محميد سيد نور يا أحمد ودائما بمبسطينه إحنا معاك وطبعا مبروك للسيتي بس الحاجة اللي هتديني هو إن السيتي بعد مخرج الريال ما يخدش البطول ياخد الانتر آه ده اللي أنا خاف منه بس دي أنا هتديني بصراحة خلينا نتكلم على الانتر لأن وصول اتنين من الأندال الإيطالية الحقيقة للدور قبل النهاية في حد ذاته ده يرد اعتبار للكرة الإيطالية إحنا مجهزين أرقامه وإحصائيات هنبص بص على طبعا المسابقات الأوروبية بس قبل أي حاجة خلينا نتطمن على تمرينة الأهلي النهاردة بدون توقف استمرار طبعا لضغط المباراة وتوليها من بعد أنبي مبارح عندنا مباراة جمعة إن شاء الله إمام الطلاية من بعدها الاتنين مع سيراميكا ومن بعدها نبص على نهاية دور الأبطال زميلنا كريم أحمد موجود في النادي الأهلي خلينا نتطمن منه على تمرينة النادي الأهلي ونتطمن كمان على اللعيبة اللي كانت غايبة ونتطمن على علي لطفي وإصابته وآخر أخبار موعد عودة أو جهزات علي لطفي مرة تانية مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز أحمد سبير تحياتي لك وتحياتي أيضا كمال ديوفك نقابنا أرياضين وكل جمهور النادي الأهلي خوف من الإصابات خوف من الإجهات خوف من ضغط المطشاط وإحنا راحين يمكن على أهم وأصعب مواجهة خلال الموسم الحالي مع الودات في دور الأبطال نتكلم على برنامج مارسيل كولر إزاي يتعامل مع التمرينة بتاعته النهاردة نتكلم على عايزك تطميني كمان على علي لطفي تقولي لو عندك أخبار من دكتور أحمد أبو عبلا عن شكل أو حجم إصابته وموعد عودته يعني طبعا بالتأكيد فترة صعبة ومهمة جدا تلاحهم غير طبيعي ووقت دايق جدا بيتطلب مجود كبير من الجهاز الفني بيتطلب تركيز أكبر كمان من اللاعبين لأن هي مرحلة واحدة من أصعب المراحل في هذا الموسم من مباراة بطولة الدوري العام وبتحضر كمان بالزهن وبالفكر وبالرغبة الكبيرة لمباراة نهائي البطولة الأفريقية لكن كالعادة زي ما الحقيقة الجهاز الفني مع عودنا واللعبين يعني هي مباراة مباراة بكل متغيراتها بكل ما فيها بتتقفل بتبدأ تبص على المرحلة القادمة وهي تحديدا بقى مباراة طلاع الجيش القادرة شفنا التكتلات الدفاعية وشفنا تدي المساحات أمور بتكون صعبة جدا لكن الحقيقة الأمر المفرح جدا أن النادي الآلي يعني الرتم بقى أكثر من رائع وده يعود للجهاز الفني مستر كولر اللي ممكن مفيش زي ما الرجل ما قال مفيش يعني حد أساسي وحد احتياطي الرجل بيتعامل مع الكل لكن هي متطلبات مباريات بيوزة بشكل مميز جدا في بعض الأمور ويمكن أكدنا كمان التغييرات مش عشان اللعب ما بيبقاش مميز أو بيبقاش موفق في المباراة لقد ما كمان الجي بي اس والهيت ماب اللي أكدنا عليها وكلمنا عليها لها دور كبير جدا في تغيير اللعبين الرجل بيتابع تيتسيا من خطط الأحمال دور مهم جدا في هذا الأمر بنشوف الناس بتقول كولر يغير في ديها 70 ديها 60 والأمور دي كلها أمور علمية ده أمر مهم جدا زي ما أكدنا قلنا بيبقى في قصوة شوية على بعض اللعبين إنها ممكن متبقاش موجودة أو إنها تطلع من الملعب لكن المصلحة كلها هي النادي الأهلي والهدف كله للنادي الأهلي عشان كده إن شاء الله بنتمنى كالعادة من ميستر كولر الرتيشة مهم جدا تدوير مطلوب في المرحلة القادمة شوفنا عدد من اللعبين غاب الفترة للفترة الحقيقة أو تحديد المباراة الأخيرة كهرباء ومنعام مش شحات أنا هبدأ معك بكهرباء النهاردة ممكن كهرباء متواجد في التدريب بيشارك في تدريب الجماعي بكل قوة إن شاء الله بإذن الله يكون متواجد في مباراة يوم الجمعة أيضا كمان منعام بيشارك في التدريب الجماعي بكل قوته لكن حسين الشحات اللي شفناه نهاردة بيواصل عملالة التأهيل ومن الواضح حسيننا يكون أيضا كمان خارج مباراة طلاقة الجيش القادمة لأن انت عارف زميلي أحمد هي تدريب نهاردة وتدريب الأساسي غدا يكون تدريب يعني مش هيبه فيه جوارة تدريبية كامل اللاعبين على قد من الرجل هيحاول أن هو يضع كل التكتك والأمور البسيطة فمن الواضح أن حسين هيغيب عن المباراة القادمة علي لطفي يعني مش هنقدر نقول حتى هذه اللحظة الحقيقة يمكن طبيب النادي الأهل يا أحمد أبو عبلا يمكن فيه إشاعة عملت لكن لسه فيه وقوف على الحالة لكن أقدر أقولك أن علي مش هيكون متواجد فيه مباراة طلاقة الجيش هي مش هنقول شد ولا ماذا نقول يمكن إجهات في العضلة الخلفية حتى هذه اللحظة فور الإعلان من طبيب النادي الأهل يا أحمد أبو عبلا لكن علي لطفي مش هيكون متواجد فيها المباراة القادمة تبقى طبعا للحالة النهاردة عدم وجوده فيه تدريبات تدريب الغد أيضا كمان شوفنا النهاردة مصطفى شبير أيضا كمان مخلوف فيه دعم كمان من قطاع نشئين بعدد من الحراس عشان التدريب بشكل عام محتاج جرعات تدريبية محتاج أن يكون فيه عدد من حراس المرمى أمر صعب شوية على مش هيلي أنا أكون على الجهاز الفني لكن ثقاتنا كبيرة جدا جدا فيه مصطفى شبير وفيه مخلوف أيضا كمان مصطفى شبير الحقيقة يعني من الحراس الموهوبة جدا عنده ثقة كبيرة جدا في نفسه وعارف قيمة النديل آله وقيمة هذه المرحلة فمش محتاج أن نحن نحفز مصطفى شبير ولا أيضا كمان مخلوف على قد ما محتاجين ربنا نوفه بمشية الله في المباراة القادمة وأيضا كمان مباراة سيراميكا كيلو باترة الأمور طيبة جدا رامي ربيع أيضا كمان عايز أطمنك عليه النهاردة متواجد فيه التدريبات متواجد في الجدية شفنا أيضا كمان المباراة الماضية ما شاركش لكن بأكد لك على جهازيته أي وقت يكون متواجد رامي ربيع أيضا يطلبوا الجزء فإنه يكون متواجد هي بس القصة كلها في علي لطفي والشحات اللي بنعمل إن شاء الله الإصابة ما تقولش شوية لأن احنا محتاجينه من الفترة القادمة اللعيبة النهاردة كلها تمرنت مع بعض ولا كان فيه برنامج مختلف للعيبة اللي لعبة ماتش مبارح واللعيبة اللي ما شاركتش لا يعني يمكن مستر كولر بعد المباراة على طول يعني بيبعد شوية كل اللعبين اللي هم بتشارك فيها المباراة بشكل كامل أو كل اللعيبة اللي شاركت فيها المباراة بخوة 90 دقيقة بالكامل النهاردة يمكن مركزه على كل المجموعة التانية اللعيبة يمكن خدت مقتص تالج النهاردة بسيط لكن كل المجموعة اللي ما بتشاركش هتاخد جرعة تدريبية كاملة والراجل مركز شوية على هذه المرحلة لكن كل اللعيبة لابد يكون جاهزة ده أمر مهم جدا الجدية في تدريبات مهمة بنشوفها لحية في التدريبات توفير ربنا سبحانه وتعالى بن أمل يكون مع كل اللعبين الحفاظ على بعض لكن التركيز زميلي أحمد على المجموعة يمكن هفي هذا التدريب على المجموعة اللي ما شركتش الراجل نهاردة هيعمل تأسيم هيعمل بعض الأمور لكن ادى راحة ليه الجميع على أمل يكونوا متوجدين بمشيئة الله غدا في تدريب فريق النادي الآلي في تمام السبع قبل طبعا الدخول في معسكر مغلق هيكون تدريب بالنسبة لفريق النادي الآلي مهم جدا هيوقف على كل الأمور الخاصة بالتاكتك طريقة اللعب للتشكيل المهام اللي بيطلبها للنعبين يا رب إن شاء الله يكون في استعاب كبير جدا من لعاب للنادي الآلي من المهام اللي بيوظفها الحقيقة مستر كولر وأيضا كمان توفير ربنا يكون معنا بمشيئة الله في مبارات الأجيز إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم أحمد من داخل نادي الآلي دي لقطات من تمرنت النادي الآلي النهاردة والحمد لله يعني سكواد الأهلي بيكمل يوم بعد يوم دخل النهاردة منعم دخل النهاردة كهرباء مستانيين الشحات ويهمني إنه الشحات واحد من أهم مفاتيح اللعب في نادي الأهلي الفترة الأخيرة فيعني نتمنى إن شاء الله إن هو يكون جاهز قبل مبارات سيراميكا لأنه مهم جدا لعب بقيمة وبتأثير الشحات يبقى موجود ورجله في الملعب قبل ما نروح إن شاء الله لمبارات نهاية دوري الأبطال أمام الودات طيب الأهلي تيكي تاكا الأهلي مع كولر الحقيقة مش بس مبارح يعني حتى في مباراتي الرجاء الترجي في تونس وفي القاهرة ظهر النادي الأهلي بصرف نزع النتيجة إحنا أرقبنا بقالها فترة ونتيجنا بقالها فترة الحمد لله مشى كويس جدا لكن ظهرت كورة كولر مع الأهلي بشكل واضح جدا إيه السبب في ده بلال يعني في البداية خلينا نقول إن مارسل كولر أعاد النادي الأهلي للهيمنة المحلية اللي كان غايب عنها النادي الأهلي لمسامين متتاليين بامتياز يعني النادي الأهلي أصبح بيدخل مباراة الدوري كما كان في السابق النادي الأهلي كنا متعودين إن مثلا مباراة أمبي مكناش بنعاني مباراة مع احترامنا لكل الخصوم ولكن النادي الأهلي في الدوري كان معروف قدره وكل مباراة النادي الأهلي في الدوري لما كان النادي الأهلي يتعادل مباراة أو مبارتين كانت بيبقى موضوع ومشكلة فمارسل كولر خلى الفريق عنده شخصية كبيرة جدا حتى ظهر مارسل كولر يمكن كمان بعد المباراة في موضوع علي معلول واتكلم وقال تصريحات لها علاقة فهو مارسل كولر واضح أنه قافل على الفرقة كويس قوي مش عايز أي حد يخلق له مشكلة من لا مشكلة يعني موضوع علي معلول وإن كان بالمناسبة الجمهور بيتكلم في الموضوع ده ممكن على سبيل الدعاء بشوي أن الجمهور بيتمنى أن علي معلول يحمل شرط القيادة ولكن هي مش حاجة ذات أهمية أو حاجة لها أولوية ولكن مارسل كولر عايز يقطع الطريق على أي أقويل أو أحاديث ممكن تدخل تثير بلبلة داخل الفريق فالراجل واضح أنه هو صارم جدا شخصيته قوية جدا ده اللي انعكس على أداء الفريق في الملعب لكن الحاجة اللي تباني على السوشيال ميديا أو في وسائل الإعلام أو بين الجمهور وبعده هزار أو من توافع الأمور أو حاجة سطحية بتوصل بشكل لين ممكن تأثيرها جوة الفرقة تبقى تأثير تاني مختلف تماما وبالحاجة لازم نرعيها وإحنا في مرحلة بلغة الحساسية بلغة الحساسية علشان كده أنا أقول لحضرتك أنه هو مارسل كولر كان واضح وكان حازم جدا في الكلام عن الموضوع ده وهو دي الشخصية اللي أظهرها الفريق مبارح في الملعب وطول مباريات الدوري يمكن إحنا كنا آخر مبارحة النادي الأهلي كان بتاريخ 17 أربعة أمام سموحة كان النادي الأهلي فاز بهدفين خارج ملعبه ومبارح بيعود النادي الأهلي لمرة أخرى لمنافسات الدولي بيفوز على فريق على فكرة إن بي نتائجه مع الكبار مميزة جدا يعني فاز على الزمالك فاز على بيرامدز في كأس الرابطة وأخرجه من كأس الرابطة فاز على فاركو فاز على كل الفرق الكبيرة تقريبا عمل معهم نتائج كويسة جدا فإن بي أمام الفرق الكبيرة بيقدمه سيوات مميزة ولكن مبارح النادي الأهلي فرض شخصيته وأداؤه وعملنا المعادلة الصعبة بتعمل فوز كبير وأداء جيد هالي أحمد فرحة الناس مبارح فرحة جمهور الأهلي مبارح يعني لأول مرة طبعا بنفرح على طول لما الأهلي بيكسب لكن في أوقات حتى بنكسب وإحنا مش مستمتعين كما بتهالي الناس مبارح فرحانة من العرض من الكورة من شخصية الأهلي اللي باينة في الملعب أكتر ما هي فرحانة بتلاتة بونت أو بالمكسب على أمبي طبعا أحمد زي ما أنت قلت أن كولر بيأكد كل مباراة أنه مدرب كبير جدا وده باين جدا فيه أن خلاص نادل أهلي بين مواصقين قوي جدا والجمهور الأهلي بقى مبسوط أنه هو بقى واصق من الفوز دوقتي هتا بتفكر نادل أهلي هيكسب كام اثنين ثلاثة طبعا هو عمل رقم كاسف أنه يكسب ثلاثات كتيرة في أغلب الأندية لكن كولر مدرب وقع جدا وعنده ميزة أنا بشوف من أهم مميزات اللي هو عملها في نادل أهلي بس أنا هقولك حاجة يا أحمد هو من بداية كولر من مطش تحدي مش أول حاجة لعبها تحدي من السيدي برة لغاية خلينا نقول دور المجموعات حتى بما فيهم مطش القطن اللي كسبنا أربعة ومطش اللي ناكسبناها تلاتة كنا بنلعب وبنكسب لكن ما كانش فيه الأداء ده مظبور في حاجة حصلت في تطور فجأة بقى واضح للناس كلها وناس كلها شايفة هنا الانسجام بقى وهو الانسجام مع الوقت روتشن اللي كان أغلب الناس بتنتقده تبقى مش عارفوا الرجل ده بيعمل ايه أصلا تبدأ مع الوقت تعرف قيمة روتشن اللي كان بيعمله كولر احنا حتى بناءنا نحس به إنبارح أغلب أو فيه أغلب العناصر كانت متغيرة ما أعتقدش إنه هنا بنحس بالفرق تماما فيه أداء نادي الأهلي أو حتى في النتيجة محمد شريف في الوقت اللي كولر يعني بيفاجئ أو بيراهن عليه بتليبي يجيب جوم بسهولة جدا مش مباراة أمبي بس في كذا مباراة واعتقد عمل كان برضو مع عبقادر عبقادر ما كانش بيلعب مباراة الترجم كانش بادئ مرامج إن عبقادر كان في أغلب الأقوات الأساسي فإحنا دلوقتي بنا محترين عندنا في الهجوم وعندنا في كل مركز فيه المباراة أو في الفريق دلوقتي خلاص عندك الفروب بقت بسيطة فأي لعب هيلعب خلاص إنت ما عندكش مشكلة كولر كان سبب في الموضوع ده لأنه هو مدرب أنا بشوف أنه عنده خبرات كبيرة جدا عنده هدوء وواقعية وعنده قط اللبس أنا بشوف أن النادل أهلي من فترة كبيرة ما بقاش فيه هدوء جدا في قط اللبس من فترة كبيرة عمل يعني أعتقد توازن وميزة مخلي حتى زي ما أنت وقلت برغم أن شخصتك كوية جدا لكن برضو في حالة من المرح اللي هو برضو بيديها برضو إحساس أنه مش بشد جدا لكن أعتقد أن كولر كان سبب كبير في ترتيب أو تحول أداء النادل أهلي مع النتيجة فأعتقد أن كولر مدرب كبير جدا وهيبقى إضافة كبيرة جدا وهيعمل تاريخ جدا إن شاء الله نراهن عليه إن شاء الله في اللي جاي مطش التلايع مباراة التلايع نزل تقريبا خلاص حسبيا لسه ممكن يكون عنده أمل لكن يعني مهمة أمامه مهمة مستحيلة هل ده يخليه تشبس بالأمل ويقدم جيم كبير قدام الأهلي يتبقى مباراة وإحنا طول عمرنا مطشطنا مع طلاقة الجيش يعني بيبقى فيها سخونة وندية ولا القصة يعني منتهية لا أنا بتوقع طبعا أن مباراة التلاعة هتبقى أصعب بكتير من مواجهة أمبي خاصة أن أمبي مبارح والمدير الفني تامير مصطفى كان متحفز طول الوقت حتى بعد ما تلقى الهدف الأول والهدف الثاني لم يبادر بالهجوم خالص وده كانت علامة استفهام بالنسبة لي وأنا يعني بتابع المباراة أنا عايز أقول لك حاجة يعني وأنا أسف أن أبقى طعا كلامك بتقالي أنه ستايل لعب النادي الأهلي ده هيخلي الناس تفكر ألف مرة هتلعب الأهلي إزاي يعني فريق عنده كل مميزات الكرة الكرة العصرية السيطرة استحواس فعالية كل مطشط دلوقتي بما فيهم مطش الترجي هنا وهناك بتخلق عندك قدرة أنك تخلق ده أفضل فرص لا فرص كثيرة جدا كل مطش وفي تنوع يعني مش كلها جملة تقدر تقول عليها وحفوظها أنت كل مرة بتوصل بطريقة شكل فبالتالي كل حد النهاردة بيواجه الأهلي بيفكر مليون مرة هلعب مع الأهلي إزاي بالظبط يعني احنا كنا عانينا فترة كبيرة جدا من عدم نوصول للمرمى احنا كنا بنستحوز وبنمتلك الكرة وكل حاجة لكن ما كناش بنهدد المرمى ما كناش بنشكل خطورة أنت دلوقتي زي ما حضرك بتقول بتوصل للمرمى عن طريق علي معلول بتوصل عن طريق محمد هاني عن طريق بير ستاو عبدالقادر حسين الشحات مبارح حتى البودلاء يعني عمر السلام مبارح لما شارك جاب كرة في العرض آه بالظبط أحمد عبدالقادر كان ليه كذا محاولة القندوسي لما نزل مبارح عبدالقادر في كرتين ثلاثة لما تنجابهم آه يعني علامي آه بالظبط آه بالظبط نفس الأخيرة لو أشتغل عليها محمد مجدي أفشة في الكرة اللي عملها برؤية كبيرة جداً لأحمد عبدالقادر في كرة الانفراض على فكرة طريقة لعب الأهلي دي تخدم جداً لعيبة اللي عندها كرة زي أفشة وقندوسي وعبدالقادر صح يعني اللعبة دي تظهر قوي في التحركات من غير كرة في اللمسات السريعة اللمسات البصات القصيرة يبين يعني تأكيداً على الكلام ده دي الهجمة الوحيدة الامبي دي الهجمة الوحيدة الامبي آه وتصدر لها علي لوتسي من حالي لوتفي طبعاً كان لها تأثير كبير على النتجة كان لها أسأله دي واحدة لحمد عبدالقادر دي تمريرة عبدالقادر محمد شريف في ماتش الترجي يعني دي تي كاتكب بالزبط من السليا بكعبه لأفشة العبقادر للسليا تاني كان يبقى أحلى هدف في تاريخ الموسم كله في تاريخ العشر ده أعتقد دي جملة من مستر كولر الكرة ما بنشوفهاش غير في جداً برشلونة أرسنل لما كان أرسنل دينيس بركامب وبيوهيلاري لا إحنا كمان شوفنا مبارح لسه بقول لحضرك الكندوسي لما شارك والقعوب اللي عملها والمهارة الكبيرة شوفنا أحمد عبدالقادر في أكتر من كرة شوفنا لعب جماعي والتمرير بين الخطوط يعني يمكن الهجمة دي كان فيها تمرير تمريرة مميزة جداً لمحمد شريف اللي سقط ونزل عشان خطر يسحب مع المدافع وفضل حمدي فتحي العمل اللي عمل يعني بص دي كرة الهدف دي هدف شريف بص بقى حلوة قوي من شريف التقرار ولكن قبل قبل كمان كرة التقرار التقرار بص دايماً حمدي فتحي واخد اثنين معاه أهو هو دا اللي حصل في كرة الهدف الأول يعني حمدي دخل جوا منطقة الجزائد لعبت لحمدي اثنين معاه التحموا معاه فضل لمحمد شريف ولكن هنا طبعاً يحسب لمحمد شريف بمهارة فردية رائعة على طريق وليد سليمان وإحساس برضو يعني إحساس وإحداثيات المرمة طبعاً هو يعني هو مشافش الجون حتى بعد ما الكرة دخلت الجون وأعتقد أن الجون كمان أصلاً بالرغم أن هي الكرة مش كوية لكن ما توقعه بسبب أنه أخد قرار مفاجئ وراحة في زاوية برضو صعبة جداً طبعاً بعيدة راح بعيدة علي لطفي برضو طبعاً عامل أده مميز علي وعايزين برضو يعني كولر بصراحة يعني من ضمن مميزات لعمالها أنه هو في لعيبة يعني شايفين اتطورت بات يعني كنا بوقات كتيرة كنا بقول مستوىها ماضش زي محمد هاني محمد يازم يديله حقه بصراحة بيقدم مستوىات كبيرة جداً 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 شايف أنه هو برس تاو بيمر بأعلى فتراته الفنية بس لو تفتكروا نفس الاسكواد ده في يعني في أوقات تانية قبل كده كنا بنعاني يعني الفرع اللي قدامك لما بتلجأ لفكرة والله زمان يا سلاحي صح وتتكدس دفاعياً تقعد انت تسعين دقيقة كنا نكسب بصابة الدوري صح ما كانتش الكيميا بينهم ما كانتش الكيميا بينهم كده ولما بتكسب بتكسب بالواحد بالعافية صحيح بالضبط عشان كابل لحضرك احنا كنا بنعاني كتير جداً عشان نوصل للمرمو ونخلق حلول ولكن دلوقتي بقى فيه انسيابية كبيرة جداً احد اهم يعني عوامل الاداء او اللي غير الاداء بصراحة وهفضل عند رأيي هو دخول مروان عطيها لتشكيل النادي الاهلي بص انا هقول لك حاجة مروان اداء 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 لا لا اداء اداء جبيرة جداً لخط نص النادي الاهلي ولعيب ما شاء الله عليه ربنا يحفظ لكن انا بشوف انه اكتر حاجة وصلت الاهلي يعني اذا كنا بنحاول نخش كده في عقل كولر اكتر حاجة وصلت الاهلي للمستوى ده من الاداء هو فكرة عدم التمركز في الملعب يعني التفايد بالمركز أنا النهاردة بشوف اللعيبة بتغير يعني الاول يتفق في ده كل مدربين مش بخص مدرب لكن كل واحد ورس فدان ارض الحتة دي بتاعتي في الملعب انا ما بروحش لا يمين ولا شمال لكن النهاردة بقرينا بنشوف ده بيجي من اقصى اليمين لا اقصى الشمال وهاني بيخش في نص الملعب ومعلول بيخش في نص الملعب وحامدي بيروح جناح وحامدي بيضخل عقل كيل برام بنيل فعدم التخلط بمراكز دي بس انا عايز اقول لحضراتك استكمالها لنقطة مروان الان في رأيي برضو ان العمل اود ده كولر اللي اشجيع انه هو يعمل كده هو وجود مروان عطي لا يعني قبل دخول مروان عطي التشكيل كان حمدي فتح اللي بيلعب رقم 6 ما كانش لسه حمدي بعد بقى ما دخل مروان للتشكيل ابتدى مارس الكولر يفكر في مركز جديد لحمدي فتح ويدخل كمهاجم تاني وده فرق بصورة كبيرة جدا لان معظم اهداف النادي الاهلي الموسم ده خاصة من يناير هتلاقي حمدي مشارك فيها اما كان بصناعة او تسجيل واهداف حاسمة وحاجات كلها بيساهم فيها بدور كبير جدا حمدي فتح تفضل بقى على الورقة سيبك من النتيجة ويسيبك من منافسة على الدولة خلاص بكلمش ارخان دعتي لكن بكلم شغل مدير فاني تفضل انه انتفضل لك مطشين قبل ما تروح لدولة مطشين دول تلعب فيهم على انه اعمل بروفا سواء في الطريقة او في التشكيل او في الجمل اللي انا راح العب بيها مع الوداد ولا لا المطشين دول اجيب الستة بونت باقل خسار ممكنة سواء من ناحية الاجهاد او من ناحية لقدر الله لقدر الله وابتدي حضر للوداد بشكل مفاصل نسبة لنا انا بنصدر لمستر كولر يعني انت شايف انه ايه الافضل من وجهة نظرة افضل من وجهة نظرة انه في بعض الانصر تدخل زي مباراة انبي كده بالزبط يعني شوف المناصر اللي تبقى جاهزة للمباراة تبقى كل القوامة عندك جاهز زي عمر السلية محتاج ياخد من بدري شوية يدي القفشة برضو من بدري خاد عبد الفتاح اغلب اللعيبة محمد شايف برضو ياخد تاني عشان يبقى كل اللعيبة جاهزة للمباراة طبعا النهاية دورة بطرف ريكو مباراة مش سهلة تماما لكن اعتقد مستر كولر بيفصل كل مباراة عن بعضها انا متأكد ان هو بيفكر التفكير ده وده شوفنا طبعا ان كل حتى الناس استغربت ان هو يلعب مباراة العودة بتاعت الترجي بحمد فتحي برغم ان هو معرض ان هو ممكن الترد ويلعب بالتشكيل الاساسي تماما فدي بيين ان الراجل ده لا معلول كنا فاكرين انه هيرايح انا عايزة اخبر من كلمة احمد حاجة مهمة بيفصل اللي يترجم بقى كلام احمد ويقول ان فعلا كولر التصريح الشهير بتاعه ان اهم مباراة بالنسبالي هي المباراة القادمة طبعا انا بتكلم في الكولر اعتقد كل مباراة فاصلها تماما عن المباراة اللي بعدها يعني هو بيتعامل مع مباراة اللي جاي اعتقد دي مباراة من فاصلها تماما مش هيفكر بيفكرش الوقتي خالص لانه هو عمل حاجة حلوة من اول الدوري من اول ما بدأ يمسك انه هو مجهز لعبة كلها عامل روتاشن حتى لو فيه لعيب يعني غاب لأي ان كان السبب لا هو عنده بديل وعشان كده اعتقد مع كولر النجم هو الناد الاهلي ودي على فكرة من شخصية الناد الاهلي عشان كده كولر اعتقد انه هو يعني بقى شارب من شخصية الناد الاهلي كتير جدا بس ان كولر بيتعامل بنفس الهيبة بتاعت الناد الاهلي وبنفس المتعة مع المكسب خلاص بقى انه فيش نجم الناد الاهلي ميقافش على نجم صحيح وان كانت المكسب في المرحلة دي مهمة جدا لكن اتمنى من الاهلي من الفرقة يعني اهي كرة عبدالقادم اللي كنا بنتكلم عليها عمل كل حاجة في الكرة اكيد زاعل جدا اكيد زاعل جدا اكيد زاعله كان مبارح فكان مزاجه رائع اللعب الحريف دي ضربته يعمل لك كرة حلوة قوي دي بتاعت قندوسي طبعا برضو لماها حلوة قوي احنا وصلنا كتير دي ممكن وانا ببدأ الحلقة النهاردة الحاجة الوحيدة السلبية اللي مستمتع بيها يعني هي سلبية بس انت مستمتع بيها انك بتوصل من كل حت وبتوصل بمختلف الاشكال مهارة ومروجة واختراق عرضيات تصويب من الخارج تحرق يعني بص انت ببارح عملت كل حاجة في الكرة بس لقدر الله مش عايزين يعني نيجي في وقت نندم فيه على الفرص اللي مستمتع بيها دي نقطة السلبية يا جد دي لا يجب اهدارها لانه فيه اوقات ممكن تندم مباراة مبارح تعتبر استكمال مباراة الزهاب في رادس امام الترج كان اللعيبة برضو بتتصابق على اهدار الفرص السهلة مبارح نفس الكلام نتمنى ان شاء الله من مباراة طلاعي على الجيش ومباراة سيراميكا ان يكون فيه جدية اكتر واهتمام اكتر في التعامل مع الكرات السهلة السلام علي لطفي يعني تعطفت معا جدا 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 في اللحظة حظه سيف طبعا ومش هي مش لك بصراحة هي برضو يعني علامة استفهام بصراحة خد بالك انه فتح سبرينت فتح سبرينت معرفي قبه أسرع العب في العالم فتح سبرينت جامد بس هو في النهاية برضو يعني حارس المرمى هو اقل لعب يبزل مجهود بدني في الفريق فلما يبقى عندك اثنين اصابة بس وجود مصطفى شبير يطمنك يعني مصطفى شبير واحد من أفضل الحراس بس كل حراس مرمى النادي لأهل الكبار أو مدربين كلهم بيقولوا انه شبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف التلاتة طبعا على فكرة التلاتة منتخبات منتخب قولمبي منتخب شباب منتخب ناشئين كل الناس بتقول لك حتى الفخر قايم ومصطفى مخلوف في ناس بتقول لي شاعرف مصطفى وحارس منتخب مرمى 2003 منتخب 2003 مصطفى مخلوف حارس منتخب جامعة تقييم مدربين حراس مرمى بالزبط يعانين مدرب حراس المرمى رؤيتهم غير الفهم يعني شايف انه ده محارس مرمى كويس كده طيب يعني كل التفيل الاهلي في ماتش الطلاع وبن بعد ان شاء الله سراميكا وان كان هيكون عندنا وقت نتكلم على ماتش سراميكا بس نتبع ماتش الطلاع يوم الجمعة نقفل المحلي ونروح للأوروبي خلاص بقى تعالوا لي تعالوا لي تعالوا لي خلينا في المحلي خلينا في الاهلي الاهلي بيكسب انتر ولا الميلان انتر ولا شوف انتر ولا السيتي لا السيتي اش قادرت تقولها انا كنت قلت في حلقة سابقة هي شكلها سنة انصاف الناس اللي كان ليهم تأثير على كرة القدم كرة القدم انصافت ميسي في كاس العالم ويقولت يمكن تنصف جوارديولا يتوج بدورة بطالة اوروبا وهي شكلها خلاص يعني على مقروبة على بعد خطوة واحدة جوارديولا والسيتي ده ما ينكرش المجهود الكبير والمشوار العظيم اللي عملوا انتر ميلا في البطولة زيه زي منشستر سيتي ولكن يعني على أرض الملعب لا السيتي أقوى بكتير من أسلحته أقوى من أسلحة انتر ميلا اسبانيا غيبة الاندية الاسبانية هي أكثر اندية العالم تتويجا بلقب الشامبينز ليج في 13 نادي من اسبانيا شاركوا في الشامبينز ليج أحرزوا 19 لقب طبعا أيوة 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 حصة الأسد أو نصيب الأسد منها لريال مدريد 14 لقب انجلترا في 10 عندها شاركوا في دوري الأبطال أوروبا حققوا 14 لقب طبعا أبرزهم الليفر واليونيتد الستيتي ما حققش لسه لقب الشامبينز ليج هيحققوا إن شاء الله يوم عشر ستة على حساب إسطنبول بالضبط كده إيطاليا في المركز التالت 10 عندية من إيطاليا شاركوا في الشامبينز ليج 12 لقب أهمهم طبعا الميلين ست ألقاب ألمانيا 14 نادي شاركوا 8 ألقاب أهمهم طبعا باي ميونيخ هولندا سبع وديكات مفاجئة بالنسبة لي هولندا في سبع عندية شاركوا منها منهم ستة عندية أحرزوا أكسي جماعة 4 ألقاب وإيدوفن واحد وفينلد واحد هتيجي إحصائية دلوقتي الدوري الهولندي طالع طالع نشوفها دلوقتي معاكم وأقول لكم رأيكم فيها فرنسا عشر عندية ما فيش طبعا غير مرسي أو مرسيليا هو اللي فاز بالبرتولا والبرتغال أعتقد بين فيكا لا بورت بورتو مع مورينيو النسخة اللي قدمت لنا مورينيو النسخة الوحيدة اللي فاز بها نادي بورتغالي في الطريق طيب تعالوا نشوف عشان ندي إيطاليا حقها بصراحة برضو أربع فرق في السيميفاين الرومة ويوفي في الإيروبا والميلان والإنتر بما أنهم على دولنا دي خلينا ناخد دي جماعة أنتم عارفين أنه في حاجة اسمها الدوليات الخمسة الكبرى في أوروبا هخلي بلالي يمكن يشرح القصة ويقول لحضراتكم الرزق حصلة فين أو إيه المتغير أو إيه اللي ممكن يجد جديد في القريب العاجل وده مرتبط بنتاج الأندية طبعا اللي متشارك فيه بطولات أوروبا آه يعني يمكن الإحصائية دي عن مشوار الأندية الأوروبية في دوري أبطال أوروبا وفي اليوروبا ليجي هنجد أن في المركز الأول طبعا بيأتي الدوري الإنجليزي في الصدارة بيتحدد رنك أو ترتيب الدوري على حسب نتائج ومشاركات الأندية اللي بتاتبع لي في بطولات الاتحاد القاري في بطولات الاتحاد الأوروبي فالذب يجي في المركز الأول الدوري الإنجليزي لأنه نتائج الأندية الإنجليزية في بطولات أوروبا على أعلى مستوى ويوصلوا لأعدوار النهائية بيحاول لقب بيأخدوا مراكز دائما متقدمة فبيجي بالمناسبة كمان هي ممكن ما يحققاش اللقب على قد ما هو الأندية بتاخد بتاخد بالنط بالفوز طبعا في كوينتس بالزبط انت بنقول ما توصل دور المجموعات بتاخد نقاط دور الثمانية دور الستاشة وده ده التصنيف المعروف عشان برضو المعايير ولو كن لو حضرتك بالزبط الله ينعر هنروح في الآخر فهي دي المعايير والناس هناك ما بتعتريتش خالص وما بتشككش يعني فهنجد إنجلترا في الصدارة يأتي بعدها الدوري الأسباني في المركز التاني الدوري الألماني بقى صعد للمركز الاشتالت وده يومي الأمكالي إيطالي الدوري الإيطالي على فكرة النتائج دي أعتقد إنها تتغير أو بشكل كبير هتتغير بعد نهاية المسحة لأن الأندية الإيطالية عاملة نتائج مميزة جدا نابولي وإنتر وميلان في الشامبيونز ليج وروما ويوفي في أوروبا ليج الخمس أندية عاملين نتائج ممتازة منهم روما في فينال اليوروبا ليج وإنتر في فينال الشامبيونز ليج رد اعتبار للقراء الزبط وروما كمان كانت توج بدور المؤتمر الموسم الماضي الدوري الفرنسي في المركز بيطاليا رابع فرنسا الدوري الفرنسي في المركز الخامس ولكن الدوري الفرنسي دي المفاجأة مهدد من الدوري الهولندي زي ما كنا بنتكلم الدوري الفرنسي فرق بينه وبين الدوري الهولندي اتنين اتنين بوينت فقط يعني ده 61 وده تقريبا 59 واصل الترتيب على فكرة كان البرتغالي هو اللي بيهدد دوري فرنس وكانت هولندا يعني دي برضو ببالن المفاجأة ان البرتغالي تراجع للمركز السابع في المقابل الدور الهولندي اصبح خطر كبير على الدور الفرنس ان هو يصعب مكانه للترتيب الخامس يأتي بعد كده الدور والسكتلندي والدور السويسري برضو في المركز العشر برضو فيه هنا مفاجأ رغم حجم الانفاق الكبير والنجوم الكبيرة يعني إيكاردي وعندهم لعبين كبار جدا في الدور الإيطالي ولكن تراجع الدور التوركي جدا لان نتائج الاندية التركية في المقابل متراجعة جدا لما بيتخطوش دور المجموعات وقريبا ان دوري زي السربيا مثلا دوري بالنسباك لو قلتها هلت تعرف اسم النادي سربي ممكن هلت تعرف اسم النادي سربي سربي اه لا فيه اندية كتير فيه النجم الأحمر السربي اه السربي ده كان زمان يعني وممكن يصعب احيانا بيدخل في دور المجموعات اه لا اصدقلوا انه يعني مش دوري ليه على اضواء ورغم كده النتائج الاندية السربيا في بطولات اوروبا افضل بكتير من الاندية التركية لا انا وزايا اقول لحضراك الدور التركية لا كمان ما بيعملوش نتائج كويس الاندية التركية في دور الأبطال او في اليوروبا ليه بيخرجوا بدر جدا بمناسبة كلام بلال على الاندية الايطالية هل ترى ان وجود الانتر السنة دي ومش بس الانتر والميلان كمان في دور ربع نهاية انتر طرف في نهاية شامبيونز ليج رجع الدوري ايطالي او السنة دي حالة استثنائية اخر موسم او اخر نهاية حضر ونادي ايطالي في دوري ابطال اوروبا كان موسم 2016 على ما تذكر يوفنتس تتكلم عن سبع سنين تقريبا غير ولا حالة استثنائية السنة دي لا طبعا مش حالة استثنائية خالص يعني الكبار البرسا مش موجود البان مش موجود الريال خرج يعني يفهم فده ساعد على الاندية الايطالية انها توصل ما ساعدش ولا حاجة بس اعتقد ان الحالة دي هتستمر الفترة الجاية طبعا وشايفين المدربين اللي موجودة في الدور الايطالي يعني مريد انه طبعا قد اضافها كبيرة الدور الايطالي جدا ده تاريخ النهائيات اخر نهائي كان ريال مادريد وليوفي من ايطاليا خلص 7-4-1 2016-2017 واخر بطولة بتهيئة ليحققها نادي ايطالي كانت الانتر على حساب بايا ميونيخ 2009-2010 هو الانتر فازه 2010 في ملعب سنتياني اسمه ده من الارجنتين اسمه ايه اللي جابه الجنين كان من كريسبو؟ لا مكانش كريسبو اللي هو مأخوه بقى كان هم اتنين ملت الفيرويد دييجو ملتاو دييجو ملتو الارجنتيني اه هو كان مورينيو على حساب البايرن بتهايه مورينيو كان مورينيو 2010 نهاية اللي تلعب في سنتياجو برنابيه وبعده على طول مورينيو تولى تدريب ريال مرينيو مورينيو كان خرج برشنة تريبا في الدور الايطالي ايو صح كبه من على الورق شايفين ببراة واحدة ما فيهاش ذهاب وعودة شايفين المفاجأة اللي بتحصل يعني مفاجأة شالسي مع سيتي قابلة لتكرار في الانتر مع ماشيش سيتي ولا لا السيناريو ده صعب يتكرر تاني انا بالنسبالي بعد مباراة الانتر وميلان وشراسة الانتر قوي حتى الليفر والريال الليفر كان افضل وكان اكتر سيطرة ومع ذلك الريال خطف السيتي طبعا محدش يقدر ينكر انه هو الاقرب لكن مباراة واحدة عشان تحسم اللقب بصعبة طريق السيتي تماما انا شايف ان الانتر سهل جدا يختف اللقب من السيتي لان فريق شارس مش انتماء والله انا مش منتمل الانتر ولا السيتي انا عايز اقولك انا خايف من ماتش الانتر اكتر ما كنت خايف من ماتش الريال طبعا لان الانتر فريق شارس وبيلعب بعنف جدا وعندهم هجامين زي ما بيقولو عندهم مثلس هجومي مرعب لوكاكو عالال قاعد دك اصلا دخال اللي بيلعبو دزيكو طبعا معدي ممبرات كبيرة جدا واعتقد ان الانتر طبعا متقلق وكان سلب في وصولهم للنهاية يا مامي ميلا فالإنتر فريق مش ساه وأعتقد أنه ممكن ممكن يخطف اللقب على حساب السيتي لا يعني أنا قولا واحدا إذا كان جوارديولا هيحافظ على الوقعية اللي تحلى بيها في مبارتين ريال مدريد ذهابا وإيابا وهيظل على الوقعية بدون الفلسفة الزائدة اللي كان بيستخدمها في البطولات الماضية فقولا واحدا منشستر سيتي بطل الدوري أبطال أوروبا ولكن وأنا أعتقد ده السيناريو الأقرب النجوارديولا مش هيفرط في اللقب في المحطة النهائية ممكن يعني الإنتر هيتعب شوية منشستر سيتي أنا أختلف مع أحمد شوية في الموضوع الناحية الهجومية أنا شايف أن الإنتر مميز جدا دفاعيا يعني التلاتة اللي بلعبوا وراء مميزين جدا ممكن يقفوا شوية يتعبوا منشستر سيتي يقفوا قدام مين يقفوا قدام مين خلي بقى الحضركة أقول لك على حاجة هو التنظيم الدفاعي الكرة الإيطالية أتشينسي على فكرة يكسب الستي في النهائي دوري أبطال بتنظيم دفاعي بالضبط لا بخمسة ساعتها هو اللي بصرف النظر ماذا كنعاد في اردون برا إجويرو وإسما عشان كده بقولك لو جوارديولا استمر على الواقعية اللي كان عليها في مباراتي قبل النهائي فجوارديولا هيطوك بالبطولة عشان وقتنا هقف الملف الشامبينز ليج والأيام جاية ولسه بدري على عشرة ستة هنفتحه بالتأكيد تاني هل في جديد فيما يخص انتقال أحد اللاعبين المصريين محترفين في الخارج كلمت على مصطفى محمد مرموش راح ماذا خلاص كلامنا عليه لكن الكلام على مصطفى محمد الكلام على تريزي جي في كلام على انتقالاتهم أحمد أعتقد أن عودة مصطفى محمد أعتقد مصطفى محمد مش هيكمل فعلا وأعتقد أنه هيرجع للتأسرائي ومش هيكمل لك الكلام بسبب أزمة الأخيرة اللي حصلت ورغبته في عدم المشاركة في مباراة لنونت عشان قصة المسليين ومعي الأخير ده جزء بس ملوش علاقة ملوش علاقة أعتقد أنه هم مش هيفعلوا البند طبعا وهيرجع للتأسرائي أعتقد أن جلت أسرائي أعتقد أن جلت أسرائي طبعا مش هي أقوال قيمة المالية بين النديين ده سلام كبير جدا دور الفرنسي برضو المبالغ الكبير ما بيدفعش في اللعبة معانة فأعتقد ده سبب برضو من ضمن الأسباب فأعتقد أن مصطفى محمد هيروح نادي لا نونت ولا جلت أسرائي أعتقد أن المسلم القادم هيبقى في لدي تالت خالص رهانك أنه حتى مش جلت أسرائي لا مش هيكمل في جلت أسرائي أنا بس أعجب في البداية أشيد بمصطفى محمد جدا وبندعمه يعني كلنا صبرت لي في الموقف اللي هو عمله موقف مشرف موقف تاريخي هيبقى في الزاكرة وبالمناسبة هو حجم السهلة خالص على أي لعب يلعب في أوروبا وخاصة في فرنسا أنه ياخد موقف زي ده فإحنا بنحييه بالنسبة لدعمه أنا مش بس عجبني موقفه اللي عجبني أكتر من الموقف لأن الموقف مفهوم جدا وما أعتقدش أن فيه حد ممكن يختلف على موقف لكن أنا عجبني اسلوبه وتعليقه وشرحه واختياره للكلمات الخاصة ب يعني هنا نقول فيه تطور وده جزء من تطور العقلية والثقافة اللي احنا بنتكلم عليه وانت بتتعامل مع ثقافات مختلفة معتقداتهم وقراءهم بالتأكيد ليها احترامها لكن لو اختلفت معك إزاي تعبر عن الاختلاف ده فأنا بشيت في الحتة دي بصرف النظر على الموقف لغة واسلوب الرسالة كان الحقيقة أكثر ويمكن هو نال احترام الجميع وحتى رد فعل النادي كان هادئ جدا وشارك بعدها في المباراة اللي بعدها على طول مدة حضرها كنت بتستعرض الإحصائية شارك لمدة 85 دقيقة فمصطفى أنا أعتقد أنه طبعا هو النادي بفعلش بند الشراء فهيرجع على جلات السراي ممكن فيه احتمال أنه يكمل أو يروح دور خليجي وممكن أنه فاجأ به في مصر سريعا جدا تيزي جي والكلام عن انتقاله لأهل الجد فيه ناس بتأكد وفيه ناس يعني بتأكد النفي أو بتقولك كلام ده مش ممكن يحصل أي معلومات آه يعني أنا عندي معلومة مش متأكد منها أول لكن يعني هو شبه أنه يعني خلاص اتفق مع أهل جد عايزين برضو نوجه تحية طبعا واحنا بقى نوجه الدعم والتحية النهاردة كتير لتريزي جي بعد برضو الموقف اللي كان حصل في الدول التركي تريزي جي ابن من أبناء النادي الأهل ومن اللاعبين المحترمين جدا والله والله ما الحيتش استمتع بيكم النهاردة ولا احنا والله احنا الحمد لله من أهم حاجة الفقرات نحن كنا نعرف نعمل فقرات أكتر نتبقى نورت الدنيا نورك أحمد أحمد مصطفى وبلال محسن شرفتونا هنا مناس عد بيكم في سادسة دايما وهارددرك قبل النهاية تعوضوها إن شاء الله بعيدا عن السيتي ما عنديش ملع ريالية كسب بس بعيدا عن السيتي المسلم اللي جاي وعايزين في مرة نفتح ملف في العنصرية برضو بمناسبة الأحداث اللي حصلت مع جنيسس كده في وقت نتناول آه يعني العنصرية في العلقة جاي انستجرام واقف بسببه حلقات جاي نهارت الدنيا بشكركم على المتابعة كل التوفيق لأهلي إن شاء الله في مطش طلاع الجيش ويعني يمكن لأول مرة بقول كده في حياتي اللي يهمني في مطش الطلاع ده إن أنا أتطمن على إنه استمرارية الحالة قبل أي شيء تاني حتى بالنسبة لي أنا الواحدي مش بالنسبة لأحد تاني حتى لو كان ده على حساب نقاط المباراة لكن يهمني أكتر إن أشوف أدايا الأهلي على مدار التسعين دي بنفس الحالة اللي شفناها في مباراة الترجي وفي مباراة الـ الـ وما عنديش شك إنه لو الأهلي قدم العرض ده هيفوز إن شاء الله بإذن الله بسكور كبير تحياتي لكم ونتقبل الأسبوع الجاي حلقة جديدة من السادسة